السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم دكتور ريد الواحي موضوع حلقتنا النهاردة عن اهم اربع وصفات طبيعية لقعادة نمو الشعر وملء الفراغات وبتتميز وصفاتنا ان هي طبيعية مية في المية تعمل على ايقاف تساقط الشعر مهما كان السبب سواء صلع وراسي او سعلابة بقعية او تساقط كربي كمان بتعملها على قعادة انبات الشعر وكمان زيادة طوله وكسفته وملء الفراغات كمان بتتميز وصفاتنا النهاردة بتعمل على معالجة التهابات فروط الرأس كمان بتعمل على تأخير ظهور الشاب المبكر وكمان محاربة القشرة واول وصفة معنا وصفة الكركدي والقرنفل طب ايه مقوناتها اول حاجة اربع معلق كبيرة من اوراق الكركدي اتنين معلقة صغيرة من القرنفل كوب كبير من الماء الساخن خمس كطرات من زيت النعناق طب هنعملها ازاي هنجيبكم الماء الساخن وهنضيف عليه الكركدي وبعدين هنضيف القرنفل وبعدين هنغطي وهنتركه لمدة ثلاث ساعات بعد الثلاث ساعات هنصفي ونتخلص من اوراق الكركدي والقرنفل بعدين هنضيف عليه الخمس كطرات من زيت النعناق وهنقلبه كويس بعدين هنطبقه على الشعر وفروط الرأس مع التدليك لمدة خمس دقايق وبعدين هنتركه لمدة ساعة وبعدين نشطف طب هنعمله كم مرة في الاسبوع هنعمله تلات مرات في الاسبوع تلات مرات في الاسبوع لمدة قد ايه لمدة تلات شهور لمدة تلات شهور طب ايه مميزات الوصفة دي اول حاجة بتعملها لكوفة تساقط الشعر تاني حاجة بتعملها لتحفيز انتاج الكراتين وده البروتين الاساسي لبناء انسجة الشعر تالت حاجة بتعمل على تحفيز النمو السريع للشعر وزيادة طوله وكسفته رابع حاجة بتعمل على معالجة الشعر التالف والمتقصف بتعالج الشعر التالف والمتقصف كمان بتعمل على محافظة على صحة فروط الرأس كمان بتأخر من ظهور الشيب المبكر كمان بتعمل على محاربة اشيرة الشعر تاني وصفة معنا وصفة عصير التوم والبصل ودي تعتبر بدون مبالغة من اهم الوصفات الطبيعية اللي بتعمل على حال كافة مشاكل الشعر تب تتكون من ايه اول حاجة بصلايا متوسطة 10 فصوص توم كبير 3 معالق من السدر المطحون 2 معلقة كبيرة من زيت الخروع 2 معلقة كبيرة من زيت اللوز الحل طب هنعملها ازاي اول حاجة هنجيب وعاء هنضيف فيه السدر المطحون وعليه زيت الخروع وعليه زيت اللوز الحل وهنتركه لمدة 3 ساعات بعد 3 ساعات هنبدأ نقطع البصلايا وهنقطع بصوص التوم وهناخد الاتنين هنضربهم مع بعض في الخلاط وبعدين هنصفيهم بقطعة شاش كويس جدا عشان نستخلص العصير بعد كده هناخد عصير التوم والبصل هنضيفه في الوعي اللي فيه السدر والزيوت وهنقلب كويس جدا لغاية ما نحصل على مزيج متجانس بعد كده هنطبقه على فروة الرأس والشعر مع التدليق لمدة 5 دقايق وبعد كده هنطرقهم لمدة ساعة وبعدين نشطف طب هنعمله كم مرة هنعمله مرتين بس في الاسبوع مرتين بس في الاسبوع وبتتميز الوصفة دي ان هي بتحتوي على نسبة عالية من عنصر الكابريت والكابريت بيساعد على انتاج بصويلات شعر جديدة كمان الكابريت وفيتامين سي بيساعد على زيادة انتاج الكولاجين الطبيعي وكلاجين هو المسؤول عن صحة الشعر وزيادة نعمته ولمعانه كمان بيحافظ على صحة فروة الرأس وبالتالي بيساعد بصويلات الشعر على النمو أسرع وأفضل كمان بتتميز الوصفة انها بتعمل على تنشيط دورة دموية في فروة الرأس وبالتالي فها بتزود من كمية الغزاء والأكسجين الوصلة إلى بصويلات الشعر وبالتالي بتعمل على تنشيط بصويلات الشعر الضعيفة والمنكمشة كمان بتعمل على اصلاح الشعر التالف كمان بتعمل على تحفيز دمو شعر جديد كمان بتعمل على زيادة طول وكسافة الشعر كمان من ضمن مجزاتها انها بتعمل على اكوف عمل هيرموني بتحارب زهور الشاب المبكر وبتحارب اشرة الشعر تالت وصفة معنا مصك القهوة وده بتكوى من ايه؟ اول حاجة اتنين معلقة كبيرة من قهوة المطحون وتكون غمقة للشعر الاسود الزيتون. تالت حاجة اتنين معلقة كبيرة من زيت حبة البركة او الحبة السوداء. هنعمله ازاي؟ هنخلط التلات مكونات دي مع بعض كويس جدا لغاية ما نحصل على عجينة. بعد كده هناخد العجينة وهنطبقها على الشعر وفروط الرأس مع التدليق لمدة خمس دقيقة وهنطرقها لمدة ساعتين وبعدين نشطف هنعملها كم مرة؟ هنعملها مرتين بس في الاسبوع لمدة قد ايه؟ لمدة تلات شهور. طب ايه مميزاتها? اول حاجة بتعمل على ايكاف تساقط الشعر. ايكاف عمل هرمون الدي اتشي تي. تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس. تحفيز نمو شعر جديد صحي وسليم. كمان زيادة طول وكسافة الشعر وملء الفراغات. اصلاح الشعر التالف. المحافظة على صحة فروة الرأس. وتأخير ظهور الشيب المبارد. ورابع وصفة معنا مسك الجرجير والسبور طب ايه مكوناته؟ اول حاجة حزمة من الجرجير الفرش. تاني حاجة قطعة من الصبور الاخضر. تالت حاجة معلقة كبيرة من زيت الججوبة. رابع حاجة معلقة كبيرة من ماء الورد. طب هنعمله ازاي? اول حاجة هنجيب قطعة الصبور وهنقشرها كويس جدا ونشيل الجزء الاخضر. لغاية ما نحصل على الجلل. هنحطه في الخلاط ونضيف عليه حزمة الجرجير ومعلاقة ماء الورد وهنضربه كويس جدا. بعد كده هنضيف عليهم معلقة الزيت الججوبة وهنقلب كويس جدا. وبعدين هنطبقه على الشعر وفروة الرأس وهندل كويس لمدة خمس دقائية وبعدين هنطركه لمدة ساعتين وبعدين نشطف. هنعمله كم مرة? هنعمله مرتين بس في الاسبوع. لمدة قد ايه؟ لمدة تلات شهور. لمدة تلات شهور. طب ايه مميزاته؟ اول حاجة بيعمل على ايقاف تساقط الشعر. ايقاف اعمال هلموية DHT. تنشيط الدورة دموية فروة الرأس. تحفيز نمو شعر جديد مع زيادة طوله وكسفته وملء الفراغات. المحافظة على صحة فروة الرأس. تأخير ظهور الشب المبكر. ومحاربة الاشرة. وفي الاخر اتمنى اكون قدمت معلومة مفيدة وتكونوا استفدتم منها اي استفسار. سبهوا لي في التعليقات وان شاء الله هرد عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.